مجلس التنمية الاقتصادية عن اعتزاز المجلس بالتعاون مع النادي راشد للفروسية وسباق الخيل الذي يستفيد من التعاون الراسخ بين النادي ومضمار نيو ماركت بالمملكة المتحدة مما يؤكد على التزام المملكة بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين مؤكدة التزام المجلس بمواصلة الترويج للمملكة كوجهة رئيسية للاستثمار في عدد من الأسواق المستهدفة من جانبه أكد السيد يوسف بحجي الرئيس التنفيذي لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل أن المجلس شريك رئيس مشيرا إلى فعاليات مهرجان كأس يوليو التي وفرت فرصة استثنائية لاستعراض ما تتميز به مملكة البحرين على الأصعدة كافة وتعزيز الاعتراف الدولي بالبحرين كوجهة رائدة لسباق الخيل والفروسية ترجمة نانسي قنقر